بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد طلاب الغاليين أهلا بكم إن شاء الله رب العالمين هنشتغل مع بعض الثلاث محاضرات أهم من بعض المحاضرة الأولانية عن الترقيم البنكتشويشن والمحاضرة التانية عن الرايتنج البريغراف والإيساي وأنواعهم وأنواع الكتابة وجملة المقدمة والجملة الافتتاحية والخاتمة كل التفاصيل بالأساسنا وهنشتغل على يعني أجزاء الكلام تعرف يعني وامت بنستخدم دي وأنواع الأسماء والتفاصيل الدقيقة دي هنكون معنا علشان في الامتحان لما يسألك سؤال تبقى انت بتحل عن علم وبصيرة وزي ما رفعنا شعار من أول السنة ما نحلش بالحب لأن الحب قتال دائماً حت تسأل عمو عن طرق فإحنا إن شاء الله هنعمل ثلاث محاضرات انت لو معي عن منصة فالفيديو ده موجود على المنصة اسمعه على المنصة على اليوتيوب برحتك وطبعاً الفيديو مفتوح على اليوتيوب محتوى مفتوح لكل الناس ففيل فري يعني تشيرت آآ قبل مبدأ بس نعايزك لو انت تسمعنا على اليوتيوب كده ما علش يحاول تضغط على زر اللايك اللي تحت ده وتعمل آآ سبسكرايب آآ عارفك انت تتخلص وتمشي بس يعني اعمل سبسكرايب مانتاش غسران واتكتب كامل تحت عشان يعني نتحفز إن احنا نكمل الحاجات دي مع بعض طيب آآ قبل مبدأ كده النهارده محضرتنا عن العزان عايزك تعرف كده العزان ده اسمه الترقيم طيب قبل مبدأ انا عايزك تبقى فاهم كل زي كبيرة وازغيرة عن الموضوع ده يعني ايه ترقيم أصلاً الترقيم ده باستخدمه في الكتابة يبقى العزان ده بيستخدم في الترقيم مش في الترقيم ولا في الترقيم فيه الرايتنج يبقى هو مهارة من مهارات الرايتنج رقم واحد أو حاجة من حاجات الرايتنج حاجة الاولينية عايزة بتعرف الترقيم بها يعني ايه؟ يعني احنا نعمل اول حرف كابتل واخر الجملة ما عارفش نحط مين؟ الترقيم بها هو اللي حوار ده لو انت ما تعرفوش طيب اول حاجة معنا عايزة نعرفها في الترقيم يا شباب عايزة بتعرف ان الضمير اي لازم يكون كابتل شوف انا ما اكتب لك لازم دي يبقى في كل حتة لازم في أي مكان في الجملة بيكون بمعنى أنت عايز تعرفني على نفسك فتقولي أنا اسمي تامر لاحظ أن أنت في الجملة دي بدأتها بـ I فلازم تبقى كابتل هتقول لي عشان هي أول كلمة في الجملة يا مستر خلاص يا عم هنقول تامر لاحظ أن أقولك تامر وأنا الاتنين أصدقاء انتبه أننا في الجملة دي بدأنا الجملة بتامر فلازم تبقى كابتل عشان أول حرف في الجملة وبعدين I لازم بتعامل كابتل في أي مكان في الجملة وبآخر الجملة حطت لك نقطة برضو مش على سبيل الاستخفاف بس أنا بتكلم بجد ما بخزرش يعني مش أي I هتقابلك يعني مسلا لما تيجي على كلمة بتروحش عامل هالك كابتل وتقول لي المستر قال لي كابتل يا حبيبي أنا أقول لك I اللي معناها أنا الضمير I اللي معناها أنا حلو؟ أنا ما بستزرفش على فكرة دي حصلت فعلا يعني طيب الحاجة الأولين اتفقنا عليها الحاجة التانية بقى يبقى احنا كده اتفقنا بمير I في أي مكان رقم اتنين أول حرف في أي جملة لازم يبقى كابتل برضو أي حرف أول جملة لازم يبقى كابتل سواء الجملة دي خبرية أمره طلب استفام أيا كان نوعها فلما تيجي انت تقول لي مسلا شي is دعاء مسلا الجملة دي انت بدأتها بشي كابتل الاس كابتل عشان دي أول حرف في الجملة وآخر الجملة حطت لقط للي جملة خبرية طيب نفس الكلم برضو لنقول لك open the door افتح الباب ونحط في الآخر نقطة عشان دي جملة إيه? أمره طلب كمان جملة لماقول لك علي دي جملة سؤال فهنعمل عنن سيفام في العاية تفهم ان في جملة الخبرية والأمر والطلب والسؤال لازم نعمل اول حرف كابتل أي إن كان نوع الجملة رقم اتنين في آخر الجملة الخبرية بنحط له نقطة في الآخر والأمر والطلب بنحط له نقطة برضو في آخر السؤال بنحط له عن سيفام ايا كان نوعي السؤال بس احذر ان السؤال او افهم ان السؤال ده نوع من الاتنين. اما يكون بدء بلاد سفهام او بفعلي مساعد. لما قولك مسلا دو يو لوو تي هل تحب الشاي? يا عمر يا علي يا احمد كده. ركز عشان هفصل لك كزا حية كده وهتقابلنا تاني. اولا انا عملت حرف دي كابتال. حلو? عشان ده اول حرف في الجملة. الحاجة التانية. انا هنا عملت له كامل. اصلي ده مخاطب. لما انت بتقوله بالعربي هل انت تحب الشاي يا علي. الفصلة دي كأنها كلمة يا. تمام كده? طيب انتبه ان مش اي دو هتقابلك في الجملة هتعمل لي اخر الجملة عن السفهام. ما انا ممكن يقول لك دو يور بست تو بي فيماس. وفي الاخر كده يعني في الاخر حطوله نقطة. هنا دو دي معناها افعل. افعل. ابزل قصارة جهدك لتكون. يبقى مش اي كلمة هتقابلك هتعمل لي في اخر الجملة نقطة وعن السفهام بالفتي. مش بالحب يا جماعة. لازم انت سفهام. دو يور بست تو بي فيماس اعمل اللي عليك عشان تبقى مشهور في اخر الجملة دي نقطة لانها جملة خبرية. الكاميرا دي عملتها لي هنا يا مستر عشان ده آآ مخاطب. بكلمه هو. يبقى احنا اتفقنا كده قبل ملقى بالصفحة دي. انتبقى اي لازم يبقى كابتل. اقام اتنين. ان اول حرف اي جملة لازم يبقى كابتل. واخر الجملة بنحط اي زي ما اتفقنا. نقلب بعد كده على الحاجة التانية مختلفة. الحاجة التالتة معنا. احنا بنعمل مين كمان كابتل غير كده? بنعمل اسماء دي واسماء الاشخاص. اسماء الاشخاص. لم قول لك مسلا. فلازم اعمل لك علي كابتل. ايه كابتل? اية. نعمل برضي. يبقى هنا والاي كابتل هنا. طب هو اسمه عمر فنعمل الاسماء الناس دي في اي مكان في الجملة نازم يبقى كابتل. اسماء ايه? الاشخاص. طب كمان حاجة تانية نقلب بالصفحة. الحاجة التانية اللي انا بعملها كابتل وركز معايا. الحاجات دي انا بعملها كابتل. في اي مكان في الجملة. في اخر في نصف. في اي مكان بعملها كابتل. اسماء الدول. اسماء الدول زي ما تقول لي مسلا ايجيبت. ايجيبت دي دولة. فانا لازم اعمل حرف الاي ده كابتل. ايا كان مكانها. طيب لما تيجي برضو على دولة زي كلمة زي دولة لازم تعمل الاس كابتل. طب اسماء العواصم عاصمة ايجيبت اللي هي كايرو فنعمل كايرو كابيتل. طيب عندك لندن برضو لازم اعمل ال ال كابيتل. طيب الحاجة اللي بعد كده اسماء المدن. اي مدينة قبلك اعملها كابيتل. اي مكان عندك مسلا جيزة تعمل جيزة كابيتل. طيب عندك شرقية برضو عشان يبقى لنا كده بلدنا يعني الغالية. هي بقى شرقية تعمل اس كابيتل. اسماء البحار والمحيطات والانهار. مسلا لما دي اتكلم عنا تقولي البحر الاحمر. فتقولي ازا رد سي. بصد كده? كده غلط. اما فت تعمل ايه? لازم تعمل الار دي كابيتل. وتعمل سي كابيتل. يبقى ذا رد سي. طب اسماء الاعلام. اسماء الاعلام دي يعني الاماكات المشهورة. زي ما تقولي مسلا برج القاهرة. فتقولي كايرو. وبعدين تعمل تلم تطور كابيتل برضو. زي ما تيجي مسلا تكتب زا سفينكس. لازم تكتب انت مسلا عايز تقولي ده موجود في مصري. بقى تقولي زا. سفينكس. از. ان. وتعمل ايه كابيتل عشان ايجيبت. طيب الجنسيات مصر. الجنسية بتاعتها ايجيبتشن. فتروح كتب لي ايجيبتشن كده بالكابيتل. انا باكد على فكرة. الكلام ده بتكتب كابيتل في اي مكان في الجملة. في اول اخر نص مليش دعوة. لازم كابيتل. اسماء اللغات مسلا. لما انت ممكن تقولي انا بتكلم انجليزي. فتقولي اي. انا بتحدس اللغة الانجليزية. الجملة دي فهى مشكلة نقصة. بس هنشفهم مع بعض. اول الحرف الاي عملنا كابتل. يخد بالك اي كابتل عشان ده اول حرف في الجملة. ثانية الاي كده كده هعملها كابتل لو جات في اخر الدنيا. دي اللغة فلازم اعملها كابتل. وما اللي فين المشكلة يا مستر. المشكلة سيابتك ان دي جملة لازم اخيرها نقطة. لو ما حطتش النقطة دي تبقى غلط. ما طيب ايام الاسبوع واختصارتها. ايام الاسبوع مسلا لما تيجي في جملة تقولي مسلا. لازم تعمل في الاول او في الاخر. عايز تختصرها تعمل كده وتحط نقطة بعدها. طيب يوم الجمعة اسمه عايز تختصرها تكتب طبعا دي كابتل. وبعدين في الاخر نقطة. طيب اسماء الشهور السنة. الشهور السنة لو اندي عايز مسلا تقول شهر ابريل اللي هو شهر ابريل. لازم تبقى لاي كابتل. طيب جانواري الاتجي كابتل برضو. الاختصارات المعروفة. ايه اختصارات المعروفة? عارف التي في ناسية تعمل كابتل. التي كابتل والفي كابتل. عندك كلمة وك. لازم يبقى الاو كابتل والكي كابتل. عندك كلمة سيesi دي. برضو عندك دي في دي. الناس دي لازم تتبقى كابتل كلها. وركز ان الحروف كلها بتكون كابتل. مش حرف واحد بس يعين تي كابتل وفي كابتل والكي وهكذا. اللقب المدبوع باسم الشخص. بمعنى. عايز اقول لك المستر عمر. فلازم اعمل ام ار كده هو. وبعدين عمر كده. اللقب اهو وعمر اهو. لازم يتنبه كابتل. طيب حقيقة كمان غير كده. عايز اقول لك مسلا الملكة اماني. يبقى احنا هنعمل كده. آآ كوين. كوين مفيش ملك اسمها اماني يعني بس عادي. بندغتي ولازم اعمل معها كده. كوين اماني. يبقى الكيو كابتل والاي كابتل. بس انتبه. ان اللقب المدبوع باسم انا بعمله كابتل. طب لقب من غير اسم. لأ ما تعملش كابتل حضرتك. طب انت مسلا عايز تقول. بص انا عملته بقى هنا. زي كوين. خبالك لك ونقطة في الاخر عشان ما تنساش. انت عملتلي هنا كيو سمول ما انت لسه اللقب. ما هو اللقب لما يجي بعده اسم. نعمله كابتل. طب مفيش بعده اسم. ما ناخدش مناخدش قابلو اه ما ما نعملوش كابتل. اخد بالك من دي كويس. حت اهم من ده كله بقى برضو بالمراسبة الساعدة دي. انت عايز تقول لي الدكتور علي بيساعدني. فتقول لي دكتور علي helps me. لاحز اللقب دي اخرها اخرها نقطة. خص انت قطي دكتور علي helps me الدكتور علي بيساعدني. دي جملة خبرية الدكتور علي بيساعدني فعملنا دي كابتل والاي كابتل وفي الاخر النقطة. لكن لما اقول بقى دكتور علي. واعمل كما كده? انا هنا هقول طب ليه عام? اصلي انا بقوله يا دكتور علي. الفصل اللي دي زي ما اتفقني هي يا يا دكتور علي ساعدني. وساعدني ده فعل ايه يا شباب? فعل امر. وفعل الامر لازم يكون دايما في المصدر. الكلام لهبل. اللي انت شايفه قدامك ده. ذات اهمية السنة دي. قبل كده ما كانش محد بركز عليه. لكن للأسف جات عليك وانتو وقفت. فما علش يعني. وده رزقك على فكرة سؤال الترقيم ده ما تزعلش منه ولا تتضجر. سؤال الترقيم ده رزقك عشان الدرجة جات لك في الفوضي. طيب نبدأ بعد كده يا شباب نمسك علامة الترقيم واحدة بواحدة. انا عايزك تفهم اي اداة او اي حاجة هاتبها لك عايزك تعرف رقم واحد اسمها ايه? اول حاجة جديد عايزين نعرف اسمها. رقم اتنين عايزين نعرف عنها اربع حاجات اسمها. رقم اتنين شكلها ايه? رسمتها ازاي يعني? رقم تلاتة عايزين نعرف استخدامها. بنستخدمها امتا? رقم اربعة عايزك تعرف التعريف بتاعها. يعني ايه تعريفها? جاي لك يا عم في الكلام. بس انا قبل ما انسل من هنا عايزك تعرف لاربع حاجات دول. اي حاجة هاتبها لك لازم تسأل نفسك هي اسمها وشكلها واستخدامها وتعريفها ايه? طيب هنبدأ باول حاجة كده معنا اسمها الابوستروفي. خب بالك اسمها ابوستروفي مش ابوستروفي. الابوستروفي دي شكلها بيكون كده. خبالك هي فاصلة بس الفوق واو كده الفوق. خبالك مش تحت. طيب دي بسموها الابوستروفي او الفاصلة الفاصلة العليا. بسموها كده. طيب ايه تعريفها بالانجليزي? هو انا هيسألنا عن تعريف انجليزي المصيبة? اه. بس ده رزقك احفظها يا عم انتا مش خسر اوان. بقولك ان هي بقى ذا ساين. هيري تكتب وراءة تعريف ده. ذا ساين. ذات. از. يوزد. ان. ريتن. هي الاشارة او العلامة اللي بتستخدم في اللغة المكتوبة. لنبين. ذات. ان الارقام. او الحروف. هاو. بين. لفت. اوت. يعني ايه لفت اوت? يعني تركت دون كتابتين. بكز كده. هي بص اهم حاجة في الموضوع. هي الاشارة اللي بتستخدم في اللغة المكتوبة. خد بالك مش في المقروقة. عشان في التعريف ممكن يجيلك في الامتحان اربع اختيارات منهم مرة ومرة 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 كلام حاجات كتابة ماش لازمة. عشان ان الارقام او الحروف او التم حزفها. طيب. ده بالنسبة لتعريفها. طيب. احنا كده خدنا حاجتين خد بال. خدنا اسمها. وخدنا شكلتين حاجات. اسمها وشكلها وتعريفها. بقى معنا مين استخدامها. بتستخدم امتى الاب Meyer مع الملكية. انا هحاول استعين بالامثلة اللي جات في المرجع بتاعi مع الامثال اللي جات في مرجع المعاصر. بحيص بقى انت عندك كده محترمة مع الملكية. وعايز بتاخد بالك في الملكية دي حاجتين. لو انت عايز تقول لي. الكتاب ده كتاب عمر. يبقى هتقول لي بق. طيب. انت عملت هنا. انت عملت الابوسترو دي كده. ده دي عشان ده اسم مفرد. اسمي يا شباب مفرد. طب رقم اتنين. انت عايز تقول مرأة يعني نساء يبقى مثلا. يعني حقوق النساء. بص انت قلت لي. لاحظ ان كلمة بالرغم ان هي جمع بس احنا ضفنا طب ليه? عشان ده جمع يشاز. طب انا عايز اعمل حاجة مسلا. انا عايز اقول لك مدارس الاولاد او مدرسة الاولاد. نقول مدارس الاولاد. يبقى وبعدين انتبه معايا كده في القلم الاحمر ده. انت بتقولي الاولاد. اسم جمع ولا مفرد? لا ده جمع. شاز ولا منتزم? لأ منتزم ما انت دربته اس حوه. في الحالة دي بنعمل ابضروف بعد اس. قل لي برا حكية تاني. عمر ده وبفرد ولا جمع? لا مفرد. يبقى انضيف ابضروفي اس على بعضها. طيب بويز ده مفرد ولا جمع? لا جمع. شاز ولا منتزم? لا جمع جمع منتزم. يبقى انضيف ابوستروفي بس. ليه الفكرة? لانه اصلا اخر اس. طيب كلمة دي ما هي جمع برضو. ده زي بفت ابوستروفي اس على بعضها. لو الاسم جمع. بنضيف ابوستروف اس. لو جمع منتظم بنضيف اس بنضيف ابوستروف بس لان الاس موبودة. طيب عايز مسلا اقول لك ايه? اه ان مسلا غرفة الولد. الولد يعني ايه? يبقى نقول زال. بولد مفرد لجامع? لا مفرد فهنضيف ابوستروف اس. يعني غرفة الولد. طب غرف الاولاء الاولاد تبقى زال اللي هما الاولاد على بعضها هو وبعدين ابوستروفي وبعدين وهكذا. يبقى احنا اتفقنا ان دي عم اسمها ايه يقول معي? وده شكلها. ايه اسمها فاصل عليا? اول حاجة كده اسمها التعريب بتاعها. صعب التعريف? لا صعب مش طعب خالص ده قلطف ما يكون. يبقى اول حاجة تتكلمنا على بنستخدمها رقم واحد مع الملكية. في حاجة تاني? او تاني. جاي لك لحظة. الحاجة التانية بنستخدم يا شباب دي مع الاختصارات. الحاجة التانية مع مين? مع الاختصارات. يعني ايه اختصارات? لما تقول she's gone home. دي اصلا she's دي اللي هي she has. فانت اختصرتها. برقم واحد. لما تقولي مسلا I'll come soon. سقاتي قريبا. I'll دي اصلا اختصار. الابوستروفي دي احنا حطناها مكان ال IW ILL. شوف انت حزفت كم واحدة? فانت بتستخدم دي مكان الاختصارات. طيب حاجة كمان برضو. لما قولك you'd better. دي اختصار لمين? لي you had better. يبقى احنا بنستخدم كمان الابوستروفي رقم واحد استخدمناها مع الملكية. رقم اتنين في الاختصارات والاضغام. رقم تلاتة بقى مع جمع الاعداد. يعني ايه جمع الاعداد? لما يقولك مسلا hundreds of years. يعني مقات الايه? مقات السنين. بدل ما اكتبها بالحروف كده انا ممكن اكتب لك كده. مية وبعدين ابوستروف is. وبعدين اوف ييرز. نفس القصة مع الميتين والتلتمية ونفس الموضوع. المية وبعدين ابوستروف is وبعدين اوف ييرز. خبالك دي هيه اللي خليتنا نقول هندردز. طيب يا بقى ده الموضوع اللي ده حاجة. كتاب المعاصر عمل ملحوظة مهمة جدا ونبذكر اسم الكتاب عشان يبقى احنا ما بنسرقش منه يعني هو رشر طبعا اكيد. فاحنا لنحق ناخد ولكن عشان يبقى العلم يروح لصاحبه يعني. الفكرة هنا نعادي تتعرف ان لما تيه مسلا هتقول لي مسلا 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 هنا خبالك انت هنا في اسة هي مع ارقام هي بس انت ما عملتش الابوستروفي. مع المصطلح اللي زي ده كده ما بتعملش الابوستروفي. بتقول لي زا برضو زا وبعدين من غير ابوستروفي لو انت عملتلي هنا ابوستروفي بقى ده غلط. يبقى انت بتستخدم مع الارقام اللي زي اه مليونز اوف وهكزا بتروح كتب الرقم ابوستروفي اس. طب لما تيجي في التركيبة دي ما تعملش العاملة دي. طيب الحاجة التالتة اه الحاجة اللي بعد كده معانا بقى الفاصلة السفلي ايه او الفاصلة السفلة. يعني اللي هي اسمها ايه بالاخر كده? اسمها كما. هنكتبها كده الاول بلون بارز كما. سي او ام ام اي. الكلمة دي اسمها كما. اللي هي انت عارفها بتعملها كده. لاحز ان انا بعملها تحت ازاي? معلقتهاش فوق اه? دي بيسموها ايه بقى? الفاصلة السفلة. اللي هي بتبقى تحت مش فوق. طب ايه تعرفها يا مستر باب الانجليزة عشان لما يجيلي في الاختيار اعرف اختار بص يا سيد. بيقولك ذا مارك. العلامة. ذات is used. اللي بتستخدم. to show. العلامة اللي بتستخدم لكي تبين. a short. بوز. يعني ايه بوز دي? يعني وقفة. to separate. لكي تفصل يعني. to separate things in a list. يبقى العينة تفهم كده براح. ان الكوميدي عبارة عن مارك او ساين. that is used to show short بوز. يعني وقفة قصيرة. to separate things عشان تفصل اشياء in a list في قائمة. طب انت عارف اللي هيبضح لك الكلام ده اصلا ويفاهمولك اكتر? الامثل. احنا بنستخدم الحاجات دي امتا? بنستخدم الفصلة السفلاء دي امتا? رقم واحد بعد كلمة بليز. الوغات في اول الجملة. بس انا عم بقى سيبك من الاسلوب ده كده مع بليز دي الفصلة لها تلات مواضع. اولا في اول الجملة لما اقول لك بليز. help me. انا عملتي هنا انا بدأت الجملة ببليز وبعدين حططلك بعدها كاما. يبقى انا عايزك تعرف ان الكاما بتيجي بعد بليز لما نبدأ بها الجملة. رقم اتنين. ممكن اقول لك help me please. please. please جات فيهن هنا? في اخر الجملة. فالكاما تيجي قبلها. الاحتماد الكثير بقى احنا بنستخدمش كاما مع please. امتا? لما تيجي في نص الجملة. لما قول لك can you please help me? وعلامة استفاهم في الاخر. خد بالك انا please اهي في نص الجملة مفيش قبلها ولا بعدها. يبقى انت قدامك يا فندم عايزك تحفظ بترتب دماغك صح. كلمة please دي لا تهت احتمالات. لو بدأنا الجملة بكلمة please نعمل بعدها الكاما. طب لو حطونا please في اخر الجملة الكاما تكون قبلها. طب لو حطونا please في النص منعملش عاها كاما خالص. طب هو ايه الفكر انك بتحط دي في الاول? اصلاك انت بتقول لي بص 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 please help me. شفت please بعدها كان فيه واقفة. الوقفة دي الحبيب الغالي هي اللي اسمها but please help me. او help me please. لكن دي can you please help me? جملة واحدة حطة واحدة تكة واحدة فبنستخدمش معها كاما. يبقى احنا كده قولنا اول حاجة الفاصلة او الكاما اللي الفاصلة الصفلة ديت بنستخدمها مع كلمة ايه تاني اخر كده جاي لك اهو. الحاجة التانية او الحاجة اللي بعد كده بنستخدم معها الكاما مع المخاطب. المخاطب اللي هو ايه? لما تكون بتنادي حد زي ما احنا عملنا في اول جملة خلص في الامثالة. لما قولك مسلا علي. اوبن. ذا. طبعا لسمول اوبن دا دور. دا معناها ايه? يا علي افتح الباب. خد بالك بص انت قولت له ايه? قولت له يا علي. يبقى المنادة سواءا في اول الجملة او في اخرها بنعمله كاما. زي ما قولنا مسلا علي اوبن دا دور. او انك تقول له اوبن دا دور. وبعدين تعمل الفاصلة كده وبعدين علي. وتحطه في النقطة في الاخر. عالي تركز على الحاجة ان في الامتحان الراجل ممكن يعمل معك حركة مش لطيفة. يقول لك اوبن دا دور علي من غير حاجة خالص. لمن غير لكاما ونقطة. او يجب لك واحدة واثنين وتلاتة واحدة فيها كاما وواحدة مفهاش كاما وواحدة فيها نقطة وواحدة مفهاش نقطة. انت فاهم وحافظ. ان انت لما تكون الجملة دي اولها كابتل. عشان دي جملة بدء يعني اول حرف في الجملة اوبن دا دور. وبعدين يا المنادة لازم نحط له قبله كاما. وبعدين اكتم علي ايه كابتل? وفي الاخر نقطة. شغلي عالي صغيرين بس ما احتاج تركيز. طيب بقولك ان مع ظرف الزمان. بس بشرط لو في اول الجملة. طيب لو باخر الجملة لما تحطش قاما. يعني ايه ظرف زمان? لما تيجي تحكي لي موقف تقول لي بالامس. في الاخر الجملة دي هحط نقطة طبعا. طيب ضرف اول الجملة. تمام? بعدها بتعمل القاما. القاما دي لازم بتعملها. لازم بتعملها هنا. اصلك انت لما تيجي تحكي اصلا بتقول لي بالامس رأيته اسدا. شوف انت بتحكي ازاي? اللغة العربية اصلا هي اساس كل الحاجات دي. طيب لو هديب الظرف دا في الاخر فهقول لك والحط في الاخر نقطة. بس طبعا بنسيت نحط كاما هنا. لأما بنحطش هنا كاما. الظرف لو جيه في اخر الجملة او في نص الجملة بنحطش. الظرف لو هنبدأ به الجملة نحط. يعني زي مين يوز الظرف تاني يا استر باي. وهكذا. طيب احنا كده اتفاقنا ان احنا متسلم مع المخاطب. ومع زرف الزمان. لو جيه في اول الجملة. وكنا بنستكلم دلوقتي ان احنا متسلم مع كلمة البليز. الحاجة اللي بعد كده كمان مع علامات التنصيص. بس سبني اكتب لك المسال وبعدين افهمك ايه اللي حصل. ممكن نقول علي سد. آآ اي ايام طول مسال. نكتب جملة صغيرة كده. بص معايا كده. ركز وفصص معايا كده. يلا اول حاجة كده. عالي ده اول الجملة فازن يبقى كابتال. عالي سد وبعدها نعمل الكامة. يبقى بعد كلمة فلان قالة بنعمل الكامة. وبعدين تفتح الاقواص. بص الاقواص دي عاملة ازاي? الاقواص دي عاملة كده. ومن هنا عاملة كده. يعني الواو دي مقلوبة هنا ومعدولة هنا. تفرق والله يا العزيم اللي من دي حان سنونا يا عامة لا يتأمل مقطع. اخد بالك ان احنا عملنا اول حق في كابتال. وبعدين عملنا العلامة دي دي هي الا الابوسطرفي. اخد بالك اسمها اه? وبعدين كتبنا وكلملنا وفي الاخر خالص بعد بنقفل الاقواص نحط النقطة. اخد بالك بعد بنقفل الاقواص نحط النقطة. طيب اعيش اخد بالك من الحاجة. هو الامتحان ممكن نروح ضرب لك جملة زي كده. اي ام ساني. وروح سألك علي العلامة دي. العلامة دي دي صين اسمها اي اي سمها كما. طيب. يقول احنا لو بدأنا الجملة مع علي سيد نعمل بعدها. طيب لو انت قلت لي اي ايم طول. وروح تقافل بقى لأقواس دي كده. وبعدين جيت هنا قلتني علي سيد. الطبيعي والمنطق ان انت هتحط الفصلة دي هنا عشان تفصل الجملة دي عن الجملة دي. فكاين بقول لي علي انا طويل قال علي. طيب. الحاجة كمان اللي بنستخدمها مع التنصيص مع مع الكما. احنا قلنا كده مع ظرف الزمان ومع المادة التنصيص. الحاجة اللي بعد كده. اه بعد مفردات القوائم. يعني ايه مفردات القوائم? انت بتقول لي انا اشتريت كتاب وقلم وكشكول واي واي واي. تفضل تقول لي كما 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 اند الاخيرة. طيب ممكن تقول سامي. انا قابلت سامي. علي. مونة. اند عمر. الجملة دي كده حلوة بس نقصي حاجة. هتكتشفها معايا. الاول اللي انا بدأ قبل اي لازم تبقى سامي ده بني ادم لازم يبقى وبعدين كما. علي. كما. مونة. قبل الاخير بنكتب وعين تكتب عمر. الجملة حلوة كده يا مستر? لا لسه برضو مش حلوة. انت اكيد حسيت. نقصة مين في الاخر? او عد انسى النقطة. او عيكون تركزك عال كما والاباسترو فيه وساب النقطة عشان دي تبقى مشكلة ما تسيبش الجملة مفتوحة بحري. طيب بنستخدم برضو يا شباب قبل السؤال المزيل. السؤال المزيل ده هقولك على كم ملحوظة برضو ممكن نوعب عليهم. لما قولك مسلا في الجملة يو ار سام. انت سام. حلوة كده? ارنت يو. انتبه معي. اولا وخليك دقيق. انت بدأت الجملة بيو فعملنا الار اليو كابيتل. وايه سام ده اسمي بني ادم. وبعدين السؤال المزيل عبارة عن جزئيتين. اد واحد. والالتاني. لازم يقوم موضين. عامت الكما. وبعدين في الاخر عامت سفام. خد بالك ان لازم يبقى ده مختصر. يعني لو انت قلت له وعملت عن سفام وكما هنا اخد بالك دي كده غلط. السؤال المزيل هدفه لاختصار. لازم تختصر ما تقوليش مع ان هي سبحان الله. بس السؤال المزيل هدفه لاختصار فما تقوليش طيب انا عادة اتركز في دي ان السؤال المزيل بنعمل كما? وبعدين فعل مساعد وبعدين الفاعل وبعدين عن سفام. وبالمناسبة لما نقول مسلا. سام از طول. يلا جملة كمان كده. عايز انا نسؤال مزيل هنا. عارف لو قلت لك سام از طول. وجيت هنا قلت لك طبعا الفعل مساعد از فاحنا هنقول ازنت. حلو كده? طيب ونرجع لورا هنا مين سام. عارف لو انت قلت لي ازنت سام? دي مصيبة. دي غلط. ليه عن مهدى على نفسك? لما هو انت مع حضرتك عبارة عن فاعل مساعد زائد قص الكلام مكتوب ازاي? دمير فاعل. ما قلنكش فاعل. قوعة تستخدم اسم. يعني دي غلط لعشان سام. فالمفروض الصح يبقى ازنت. وبعدين سام ده ولد فنقول ازنت هي. لاحز ان علامة الفهم ما تنسهاش. والكم ما تنسهاش. لاحز ان ده اختصار فلازم نعمل هنا برضو الابستروفية. حلو كده الكلام ده. يبقى اتفاقنا كده مع المخاطب وزارف الزمان وعلامات التنصيص ومفرد القوائم والسؤال المزيل. ومع عارف انت لو مش حافظهم والله ما هتعرف تتكلم. انا لو مش حافظهم مش عارفش لحملك. كمان ده لازم تحفظ وتقعد كده تتطبق. التطبيق هو افضل حل لاي حاجة في الدنيا. آآ حاجة اللي بعد كده كمان بعد عبارات الموافقة والرفض. بعد عبارات الموافقة. والرفض. والازن. والستدرك. بعد العلامات دي وبعد الحاجات دي كلها بستخدم الكامل. يعني ايه برضو مش فاهم. لما قولك مسلا ار انا هعمل حاجة غلط وانت اقول لي يعني هتصحح معي ار يو سام. فارد عليك قالك يس. اي ام. الجملتين دول ما لانين اخطاء. ما تيجي نصح مع بعضناك انا نتعلم التطبيق. ونشوف. على الفكرة بعد ما خلص الفيديو ده انا هعمل لكم هحللكوا الاسئلة اللي موجودة في كتاب المعاصر واحللها معاكم كده بسلوب ممل ومستفز. ولكن بس ما تنساش تعمل اللايك للفيديو كده وتحفزني ان انا لانين. نحس ان في بشر حوالي. طي. انا عايز تفهم هنا حاجة. احنا في الجملة دي في خطأ. ايه هو? المفوض يا مستر ده اول حرف في الجملة هيبقى كابتل. سام دي كده كده كابتل معمولة كابتل الحمد لله. وفي الاخر لازم اعمل علامة استفهام. فالراجل اللي رد لك يقولك يس ايام. كلمة يس دي عبارة من عبارة الموافقة. او الرفت او الازن او الاستدراك هي موافقة. فانت بعد اليس تعمل الفصلة. وبعدين الاية تبقى كابتل واخر الجملة ما تنساش تكتب نو. طيب تعمل النقطة. طب انا عايز اقول له نو. فيقولك نو اهي. لاني كابتل. وبعدين لازم بتعمل الفصلة. وبعدين تقول لي ايام نوت. نو ايام نوت. وحطه نطف الاخر. طيب. يبقى احنا اتفعلك كده عن حتة دي. طيب كمان واحد بيقولك بيسألك سؤال فتقوله عبارات الاستهلال والناس دي اسمها ايه يا شباب? اللي هما مين اقصد. اللي هي حسنا يعني. الناس دي كلها اسمها عبارات الموافقة والرفض والازن والاستهلال. طيب. الحاجة اللي بعد كده كمان بستخدم هي اطول حاجة معلش استحملها يعني اطول اطول حاجة يعني. بنستخدمها مع الروابط الزمنية يا شباب لو جاءت في اول الجملة. مع الروابط الزمنية لو في اول الجملة. زي مين الروابط الزمنية? زي افتر. وبفور. او بايزة تايم. وقل زو. واسن قاس. ووين. وسنس. وويل. وبيكوز. واس. وف. الناس دي كلها اسمها روابط. الناس دي كلها اسمها روابط. مع الروابط الزمنية بقى لو جبناها في اول الجملة بستخدم دول. على سبيل المساء. وين. اي. فاينت اي. او فيس اي بروبلم. اي. كول. دات. لاحز كده انت عملت ايه. اولا حرف ال W ده كابتل عشان اول حرف في الجملة. الاي لازم تبقى كابتل. اه وبعدين هنا في كاما عشان الجملة بدأت برابط. وبعدين في الاخر كده بدأنا الجملة التانية برضو بكابتل هي عشان الاي. الاي كابتل كده كده دامير اي. واخر الجملة حاطنا النقطة. طب مستر ليه ما عملناش داد? كابتل. هو داد ده مش اسم حد. داد ده لقب الراجل. انت العايف لو انت قلتلي عمر كن نعملها كابتل. الكلام اللي انفع يتكتب في البطاقة بنعمله كابتل يا ولاد. يعني لو سامي مسلا بنعمله كابتل. لكن داد لا ما نعملش كابتل. طيب. اه بعد كده احنا اقولنا الرابط الزمنية. طيب. او الرابط كلها. دي ملحوظة. المحوظة التانية. انتبه بقى لو جاءت الرابط في نصف الجملة لا نستخدم الكاما. ما نستخدمش الكاما. زي ايه مسلا? زي ما اقول لك مسلا ايه? اه او 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 اي. ويل. كول. يو. وين. اي كوم باك. بص معا كده. ركز معا عشان اللي انا اقصد اقول لك. ان الرابط اللي حكيت لك موضوع حد كلها. لما تبدأ في اول الجملة نعم نستخدم. نستخدم. طب لو هنستخدم. هنجيب الرابط دي. في نصف الجملة. لو الرابط في نصف الجملة لا نستخدم. زي الجملة دي كده. اي ويل كول يو وين اي كوم. ما فيش فصلة. ما فيش اي حيبة خالص. عشان الجملة استخدمنا فيها الرابط في النصف. طيب الحاجة اللي بعد كده بقولك ان في روابط كده بتيجي في نصف الجملة فقط. لو الرابط دي موجودة بنعمل كما. طيب زي مين? زي كلمة وزي كلمة وزي كلمة وزي كلمة وزي كلمة وزي كلمة خد بالك بط ولكن زي كلمة بالزبط. طب تديه مثال. انا تعبان. او اي ويل اسليب عشان ما نكتبش كتير. خد بالك هنا الرابط مين? وخد بالك انا عمتلاك قبله كما. يبقى لما يكون الروابط اللي هي بط وسو واند ويتمو وجودين في الجملة فحضرتك بتعمل قبلهم. انتبه ان احنا بنعمل قبلهم مش بعدهم في السؤال في المده حممكن يستظرف. يجيب لك الكما دي بعدهم ويجيبها ما يجيبهاش خالص فده غلط. طيب. كمان مسال يا مستر عن الموضوع ده. اه بقول لك مستر مستر علي. مستر علي. الجملة دي منكتب اه ايوان ترجر تقريبا. لم اذكر يعني. زلسن. المستر علي شرح الدرس كويس. وبعدين فصلة. يت. اماني. ديدنت. اندر. ستاند. ات. وبعدين نسى النقطة. لو نسى النقطة تبقى مصيبة. تعالنا نفصص الجملة دي كده. اولا مستر علي عشان اول حرف. والمستر علي عم علي لازم يتعمل عشان هو اسم بن قدمين. وبعدين عملنا القما هي. عشان في بعدها يت. وحنا قلنا يت وبط وسوق الناس دي كلها بتكون في نص الجملة لازم قبلها القما. اه اماني. ما تنساش ان فيه اوستر في هو. اوستر فيه عشان الاختصار. وفي الاخر نقطة الكلام ده ما يتنسيش الكلام ده لطيف وصريف واخر حلاوة. طيب احنا كده اتفاقنا انها مع الروابط طيب. افرض او بناس نكتب في صفحة تانية. فيه تلات حاجات لو الجملة بدأت بهم لازم نعمل في نص الجملة القما. اولا الفعل مضاف له لما نبدأ الجملة بيه. او او اه والفعل في المصدر. اي حد من التلات دول نبدأ بهم الجملة فلازم نعمل في النص قما على سبيل المسال. لما قل لك بعد ان اكلته انا نمت. اخد بالك اللي حصل فين? طبعا ما تنساش تحطيه النقطة. لو انسيت النقطة تبقى مصيبة. وبعد انسى النقطة. بعد ان اكلته فصلة. والنقطة في الاخر. لما تبدأ الجملة بفعل مضاف اللي هو اخوات مين? اخوات افتر ما يعني افتر اي هات ايتن او افتر ايتنج اللي هما دول يعني. طب لو بدأنا الجملة بالوسطة بارتسبوا برضو نعمل نفس قصة فصلة في النص. زي ما بتقول مسلا في الجملة. الجملة ديت زي من كتاب المعاصر. اعتقد دسترويد. دسترويد ان ان اكسيدنت كما. بكتب بالاحمر ليه. ذكار آآ بيكيم يوزلس. وفي الاخر نقط. اركز معايا كده. انت هنا بدأت الجملة ببسطة بارتسبوا. اللي هو معناها بعد ان دمرت السيارة في حادث وبعدين كما هي. ذكار بيكيم يوزلس. يعني انت اخدت هنا الفصلة دي عشان الجملة بدأ. خدت الفصلة دي عشان الجملة بدأ طب انا عايز اقول لك بوس لكي تكون ناجحا عليك ان تزاكر. يبقى بي سكسفل وبعدين في الاخر نعمل نعمل الكما ما ما ننساش. يو شود وفي الاخر نقطة. فصل معايا كده. طبعا عشان اول حرف في الجملة. الجملة الاولية خلصت. فنعمل بعدها كما. طب احنا عملنا كما ليه لان الجملة بدأ المصدر لها المصدرية. الناس دي بناخد معاها مين كما كلها. طيب في اخر الجملة للتعدير عن التناقض بستخدم برضو كما. ازاي مسلا اقول لك شيز شي از اية على فكرة دي اية انت مش عارفها. سما. بصلا اقول لك دي اية مش سما. السياقات اللي ازاي دي كده بعمل معها لقص الموضوع. اقول لك على فكرة يودة عارف يحل المسائل هي. الودة زاكي على فكرة. كأنك انت لما تيجي بترجمها بتقول ايه? على فكرة هي بتكون سمك. مش اية زي ما انت كنت تفاكر يعني. هو زكي. مش غبي زي ما انت كنت تفاكر. اي ايت نيت. انا كلت لحمة. نط فش. انا كلت لحمة. مش سمك. زي ما انت كنت تفاكر. كأن فيه يعني كلام كده في اخر الجملة دي ما تقلش. يباحنا بنستخدم الكما. في اخر الجملة في الحتة اللي بيع. بتعبر عن تناقض. طيب. بعد كده كمان بنستخدم الكما امتى? بنستخدمها بعد اه. 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 الظرف اللي في اقول الاول الجملة. از انت تقولتها بالكده. الاولين كان زرف زمني. اللي هو الناس دي. لكن لما تلاقي في الجملة مسلا بدأ بكلمة سرب. راي. ذينج. لي. اي. مت. هر. ونقطة في الاخر. ده معناها مما اثر دحشتي انني قابلتها. سربرايزنجلي. الناس دي كلها اسمها زرف. فلازم نعمل كما. وفي الاخر نحط النقطة. الكلام ده كله موجود في مرجع او الكلامات اللي قلتها دي كلها موجودة في المرجع اللي في كل الكتب منزلها. فنفقوش مشكلة مش لازم نكتبوه. طيب نستخدم كمان الفصلة دي عشان نفصل اجزاء العنوين. فصل اجزاء العنوين. يعني ايه فصل اجزاء العنوين ديات? بص معي. انت عايش تقولي انا عايش في مصر في الشرقية. هتقولي اي. ممكن تسكت هنا وتحقيي نقطة. حطوه نقطة عادي. او تقولي اي. لف ان. ايجيبت. وتروح عامل فصلة كده. وبعدين تكتب لي شاركية. او بعدين زي تحط النقطة في الاخر. يبقى انت لما تيجي تكتب عنوانك بتقول اي لف ان ايجيبت. حط نقطة. او انك تقول اي لف ان ايجيبت. كما شرقية نقطة في الاخر. ده بالنسبة لفصل اجزاء العنوان. طيب كمان بتفصل بيها اجزاء التاريخ. لفصل. اجزاء التاريخ. يعني ايه فصل اجزاء التاريخ. واحد بيقولك بص في اتنين وعشرين مارس سنة الفين انا جئتو للقاهرة. يبقى يروح ايليك كده ان. ركز معي بقى. بص انت بتقولي ان. سنة كم قلتلي? سنة الفين. جئتو للقاهرة. خبلك وما تنسهاش ونقطة في الاخر. طيب. ركز معي. احنا بنقولك في فصل اجزاء التاريخ. ما عدا. الشهر. واليوم. هما الاتنين بيكونوا حتة واحدة. انت قلتلي انت عايز تقول اتنين وعشرين مارس الفين. حلو كده. بتعملها ازاي بالانجليزي? هترأي الان. على بعضها حتة واحدة. وبعدين كما. وبعدين السنة. وبعدين كما. طبعا عايز اقولك خمسة وعشرين يناير. يبقى اروح عاملك كده. هتكيبها جانواري. جانواري. سواء مختصر او مكتوب يعني جان واري. وبعدين خمسة وعشرين. وبعدين فصلة. وبعدين سنة الفين وتلاتة. وبعدين فصلة تاني وتكتب الجملة. يبقى ده بالنسبة الاختصار. اجزاء التاريخ. ما عدا. خب بالك ما عدا. الشهر واليوم. لازم تكتبوا حتة واحدة. خلصناها الحمد لله. ندخل بعد كده على الحاجة كمان. اللي هي اسمها. هي اسمها ولاد او بيقولوا عليها يعني واحدة من اتنين. او لاتنين صح. طب تعريفها ايه بقى زي ما اتفقنا? الاول ادي شكلها. يبقى احنا هي نقطة كده. يبقى احنا عارفين ده شكلها. وده اسمها بالانجليزي. طب تعريفها. قال لك هي فعلا او ساعد بيقولوا عليها او ماشي. خبالك من دي يعني هي بتعلم لك عن نهاية الجملة. او اختصار لكلمة. طب ما تيجي نشوف كده. اولا حتة نهاية الجملة ديت. اي جملة تكتبها هتكتب في اخرها نقطة. مدام الجملة الخبرية امر الطلب. زي مسلا بنقول مسلا شي كودنت باص زي اجزاء. زي اجزاء. الجملة دي فيها خطأ اين? تلاتة. ايه الخطأ الاولاني? طبعا الاس كابتل موجودة. دي اختصار فما تنساش تعمل دي. طيب باص زي اجزام وفي الاخر لازم بتحط لي نقطة. دي جملة فحطنا اخر نقطة. يبقى كده عملنا اول جزء في التعريف اللي هو ده معناها ان دي اصبحت يعني اصبحت جملة كاملة. مالهاش علاقة بجملة اللي بعديها. ما يقولكش مسلا مالهاش علاقة دي بستخدمها عشان اقولك الجملة خلصت. ماليش دعمة اللي بعديها. طيب قلنا كمان بنستخدمها في نهاية الاختصارات. عشان هو قالك اهو زي مين مسلا سبتمبر بنختصرها كده. طيب مسلا من داي بنختصرها من كده. طيب بنقول وبعدين نو. ونقطة في الاخر ونقطة هنا. خبالة اختصارها تي ال وبعدين نمبر اختصارها نو. طيب كلمة نقطة. وتكتب بعد كده. يبقى ده بالنسبة للموضوع الاختصارات اللي بنعملها مع الفول. اللي بعد كده يا شباب علامات الاستفام. علامة الاستفام دي اسمها كويشن. كويشن مارك. يعني انا استفام. حلو? اسمها كده. طيب شكلها ايه? عارفها انا كويشن مارك بتبقى كده بالعربي تبقى مقلوبة. بستخدمها في امتدات? عشان نعمل اسأل سؤال. اي سؤال اللي هتسأله هتعمل عن السفام في الاخر. الجملة زي كده. او هتنسى تعمل ما يكونش تركيزك على عن السفام وتسيب الباقي. وطبعا دي اوي حرف في الجملة فعملنا في الاخر. او ان اقول اين تعيش? بس خد بالك. خد بالك. مش كل ما يقابلك فعل مساعد في اول الجملة? هتبقى دي سؤال. ومش كل ما يقابلك ايات سفام هتبقى سؤال. ايه ده كده وترجم عشان تعرف في ايات السفام ولا غيره? يعني مسلا في جملة يقول لك. نقطة. انت حدث نقطة ازاي ما هو مش وين دي هنا عنامس في اداة سفام? لأ مهاتياتك لو كلفت نفسك وترجم بحتلاقي بقولك عندما تنتهي اتصل بي. فهيلي دي معناها عندما. مش سؤال يا فندم. انتبه. طيب وين يو دي جملة? بدأ برابط بدأ بوين. ففي نس في نص الجملة بنعمل كمى وفي اخر الجملة حطوه نقطة عادي جدا. طيب. دي حاجة. طيب مش ممكن مسلا نقول لك ايه? دو. يو. دو يور. هومورك. دو يور هومورك ناو. الاخر هي النقطة. طيب ليه? اصل كلمة دو معناها افعل. قم بيه واجبك الان. ده بالنسبة لعنا تستفهم وخلصت. بقي معنا كمان علامات حاجات بقى بسيطة بسيطة كده زي عنا تستفهم بالزبط. بقي معنا علامات التعجب. علامة التعجب دي تعرفها كبير شوية فهنخليها في صفحة لوحديها عشان ما نبقاش كتبنا في صفحة حتة مجنوقة كده مش خسارة فيكو طبعا. طيب العلامات التعجب دي اسمها علامات التعجب. اسمها بالعربي كده اكس كلا نيشن مارك. او ساعات بسموها يعني. طيب ايه تعرفها بقى في الانجليزي. بيقول لك بقى. او ممكن يقول لك ده صين العلامة يعني. ذات از ريتن. ان هي الاشارة او العلامة اللي بتكتب. افتر اه سنتنس. بتكتب بعد جملة. او اخد بالك من دي كويس اه وورد او كلمة. ذات بتعبر عن. اس واحدة وبعد نقص هنا. ذات حاجة من دول. يعني ايه الدهشة. الغضب. اللي هو الاثارة. وممكن نقول كمان والحاجات دي. طيب المهم بتعبر عن مشاعر يعني. يبقى تعال انت بقى اتشافت تاري. هو لك ان دي. عبر عن خبالك افتر. وركز ان الكلام ده كله بحصل افتر مش بفور. عشان لما اجيلك مسلا على الكامر. ويقول لك بيستخدم بتوين ولا افتر تو سنتنسل. لا طبعا بتوين. طب الا اكسكلميشن مارك دي بتستخدم افتر. بعد ما تكتب الجملة بتحط العلامة. ولازم تبقى بعد جملة. لا ممكن افتر سنتنس. او افتر ويرد. الكلام النظر دي بقى اصبح اهم من التطبيق. يخد بالك. طيب بتعبر عن الدهشة والغضب والاثارة والحب. طيب ما تيجي مسلا نقول لك مسال. لما انت شفت مسلا ان كتاب بشكل كده عجبك فتقول لي يا له من كتاب جميل. انت كده معجب به. فتعمل علامة التعجب دي. طيب او انت في مأزق فتقول لي انقذونا يا جدعان. علامة العلامة دي كده. عشان انت بتعبر عن الاستغاثة والغضب. او انك تعبر عن الحب فتقول لي ربنا يكرمك كده. تمام. طيب بنستخدم كلمة دي برضو لما نعبر عن الدهشة. انك تقول اوه. خد بالك اللي حصل. ماي جود. اوه يا الهي. لاحز ان انت بعد اوه عملت كما. وفي الاخر خالص عملت علامة التعجب. حد قال لك على حاجة عجبتك فتقول له عزيم. يالله من امر عزيم. وكمان لما تيجي تضحك بتقول ها والعلامة دي. ها والعلامة دي. احنا الطبيعينا متحك على ثلاث مرات طبعا انت فاهم السنة يعني ها ها ها. لو انت بتحك ها ها سبعين مرة كل مرة تعملت علامة التعجب بعدها اللي اسمها اكسيكلميشن مارك. ندخل اعلي بعد كده. الحاجة اللي بعد كده معنا يا شباب اسمها الكولونز. اللي هي سي او ال او ان. العلامة اللي هي نقطتين فوق بعضهم. خبالك لما احط الكلام ده من اقواس. الاقواس دي مش اسية. الاقواس دي عشان بس يبينها لك. العلامة هي دي بس. اللي نقطتين فوق بعض. اسمهم كولونز. اسمهم كده. طب ايه لازمتهم دول اصلا تعريفهم عشان لان ايه في امتحان. اكتبهم لك واحدة بواحدة كده. وتعالى اتناقش فيهم اوفهم لك واحدة بواحدة. انا بصلت الفيديو كربتهم الاول عشان للوقت. عشان انا عارف الفيديو تطول عليكم وانتو هتدو علي. بس انا عايزك تعرف ان انا ببزل اقصى ما عندي عشان احاول افهم لك الامور دي ببساطة. ممكن اقول لك اقرأهم وخلاص. بس اهو احنا بندرتش مع بعضين بقى. عايزك تعرف ان احنا بنستخدم اللي هي النقطتين اللي فوق بعضهم دول. باستخدمهم فاربع حاجات. اولا قبل القوائم. كلمة قائمة يعني. او قوائم يعني. زي الجملة دي مسلا. انت عايز تقول بص انا هشتري الم وهشتري حاجة وا وا وا. الحاجات دي كلها بتروح انت قيل هشتري الاتي. وتروح عامل للنقطتين اللي فوق بعضهم دول. وباقي انت فصل لي بقى. كما اكات كما اشورت ستوري. طب انت ما قلتش ليه عشان اسم لا يعد. احنا هنا قلنا عشان اتطبت معدود اخد بالك وعا تعملها زي ما انت فاهم كده. طيب عشان لابن يقول لك ممكن يقول لك نفس الكلام ده كده بس يحط لك لأ غلط يا فندم اسم لا يعد. هو عارف انك لما ديجي عن سؤال زي ده هو فاهم طبيعة الطيب المصري. هو فاهم ان انت هتركز كل اللي عندك ان دي تقديم قوائم فهو عامل يبقى صح وعمل كما يبقى صح وعمل كما يبقى صح فانت تركز انه ممكن يصطادك في المكان اللي انت مش مركز عليه خالص. طيب حاجة تانية مسلا. آآ انت ممكن تقول لي مسلا وتروح عامل نقطتين كده وتروح كاتب لأحمد كما امر كما اند سامي. الحاجة التانية باستخدم فيها قبل الجمل الوصفية. يعني ايه جمل الوصفية? بالانجليز اسمها الوصفية سوري. اللي اسمها زي ايه مسلا? بنسمع كده يقول لك في التليفزيون او في تقديم الروايط يقول لك قصة عن الطمع. او انك تقول مسلا وبعدين النقطتين اللي فقوا بعضهم دول اسمهم كولنز دول آآ حاجة تانية. ايه دي يقول لك الجملة دي من كتاب المعاصر. وحط لك تحتها نقطتين كده. بعدها نقطتين وقول لك. يعني ايه بقى الكلام ده? التعليم. قضية العصر. يعني كأنك بتعمل لي عنوان وتروح وصفه بجملة. عنوان وتروح وصفه بجملة. العوان ده ممكن يكون عنوان كتاب وعنوان مقالة وتوصفه بجملة. قبل ما توصف بالجملة تحطي النقطتين دول. الحاجة اللي بعد كده بنستخدم مع النسبة. يعني نسبة? يعني بالانجليز اسمها برو بورشن. ايو انت عايش تقول لي بص هو نسبة السندوتشات اللحمة اللي انا بقولها لسندوتشات الكبدة. اتنين. اتنين. الى واحد. يعني باكون اتنين لحمة واحد كبدة. فتروح عاملها كده. نقطتين دول وبعدين. طب ايما نجي نقرأهم بقول. طب انت عايز تقول لي بص هو نسبة الاستيراد بالنسبة لنسبة للتصدير بتاعتنا في مصر تلاتة الى واحد. يعني احنا بنستورد تلات حاجات ونصدر حاجة واحدة. تعملها ازاي? خبالك انت بتنتقى انه تتين دول على بعضهم كده. طيب. لما بنستخدم كمان دي عشان نفصل الساعة الدقائق. زي ما تقول لي الساعة دلوقت تلاتة ونصف. تقول لي. او ممكن تقول هالي. او انك تقول لي هنا مسلا. لاحز انك ما قرأتهاش هنا. لكن انت هنا قرأته هالي تو. طيب احنا كده قبل ما نقلب الصفحة دي. وباقي معنا حاجة واحدة او حاجتين اصغر من بعض. احنا بنستخدم دي فاربع حاجات. قبل القوائم الوصفية. ومع القنوين الوصفية. ومع النسبة. ومع الساعة او فاصل الساعة الدقائق. نكتب بقلي بعد كده ونرجع. الحاجة اللي بعد كده اشها اسمها سيمي كولون. خبالك الكولون كتنقطتين فوق بعض. طيب السيمي كولون دي عبارة عن كما. وعليها من فوق نقطة. انت اسمها سيمي كولون. طب ايه لازمتها دي? بقولك تفصل. انك تفصل بيها اجزاء مختلفة للجملة او القائمة. على سبيل المسال. انت عايز تقول لي مسلا اا اا او الاول استخدمتها بس انا في حاجتين عشان ننظم الكلام كده بل الكلام منظم. اول حاجة كده لاضافة عناصر او تفاصيل لعناصر القائمة. يعني ايه الحتة دي? اضافة تفاصيل لعناصر القائمة يعني ايه? انت عايز تقول لي بص انا زورت اا اا انجلترا. وزورت اا فرانس. كمان زورت فرانس. وزورت ايجيبت. كم دولة دول? مصر. طب انت زورت مين في انجلترا ومين في فرانسا ومين في ايجيبت. فتروح انت معبر عنها بالقاتي بقى. تقول لي بقى اا اا انجلاند بص بقى ركز 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 هعملها بالاحمر بقى. وبعدين تكتب لي جنبها كده لندن. وبعدين فهنا بتعمل كاما. والدولة التانية. فرانس. باريس. كمان واحدة تانية. ايه كمان ايجيبت? شرقية. يعني ده جماع ثقافات الشرق والغرب. بص معايا كده ركز انت بتقول لي ايه? انا زورت انجلترا وزورت فرنسا وزورت ايجيبت. تلات دول. انت عايز تقول اللي انا زورت لندن في انجلترا. وباريس في فرنسا. والشرقية في مصر. فتروح انت عامل ايه? هتروح كتب انجلاند الدولة الكبيرة وبعدين وبعدين تكتب لندن. دي كده واحدة. ومدام انت كتبت الاولانية على بعضها فتروح عامل فصلة بين الاتنين. فرانس. فصلة فصلة منقوطة. باريس. دي خلصت. التالتة كمان على بعضها. يبقى انت عملت ايه? كل ما في الموضوع. انك انت قلت لي انجلاند. انجلاند. وبعدين فصلة منقوطة اللي هي. وبعدين عملت لي بعدها لندن. دي واحدة. وبعدين عملت فرانس. سوري. فرانس. فصلة منقوطة. وعملت لي باريس. الطبيعي انك انت لما ديه تقول لي انجلترا زورتتها لندن. وفارنسا زورتتها باريس. فهتروح عامل كمان. فلما تلزق دي جن بي دي بتحس ان الدنيا بقت ملاخبطة في بعضها كده. يبقى عاديك تفهم كده. الفصلة منقوطة دي باستخدمها عشان اضيف عناصر او تفاصيل لعناصر القائمة. يعني عناصر القائمة هنا كده مين كده انجلاند وفرانس وايجيب. عايزة ده تفاصيل بقى كمان ادق فتروح باستخدم دي. احزر وانتبه انك تعمل وما تعملش فصلة بين الدولة والتانية. ده غلط. طيب كمان مسال عشان احس انك تلخبط في البداع دي. عايزة اقول انا مسلا انا بحب المعلمين والطلاب والعماء. بحب التيتشارز والستودنتس والوركرز. حلو? طب انا عايزة تديني كتفاصيل. مين في المدرسين? مين في الطلاب? مين في الوركرز? فتروح انتقالي. وبعدين تروح عامل فصلة منقوطة. هايزة. حباني بقى معلش في المثال ده. وبعدين تروح عامل فصلة كده. آآ فصلة منقوطة سامي. وبعدين تعمل الكاما. وبعدين تقول العمال. فصلة منقوطة. احمد. بحب احمد من العمال. انتبه كده معي. انت قدامك كم حاجة? تلاتة. انت بقولتني ان بحب وبحب الستودنتس وبحب الوركرز. طيب انتبه ان بعد الاساسية بعد المعلمين بنعمل فصلة منقوطة. وبعدين تكتب الاسم. وبعدين تعمل الكاما. بين القائمة. والقائمة التانية. بين العنصر وعنصر التاني. وبعدين فصلة. وبعدين احمد. يعني تمشي براحة كده وتركز في دي. طيب. يبقى احنا كده خلصنا موضوع الايه السيمي كرم. باي معنا حكتين صغيرين. بص. اخر حاجة يعني. اخر حاجة خلص ومعليش هنستحمل بعضينا وهم هنفنش بيهم. باي معي كمان يا شباب حاجة اسمها الشرطة. وبعد تقرأها الشرطة. الشرطة اسمها هايفن. اللي هي مين بالزبط? اللي هي شكلها كده. ايه لازمت له هايفن دي? قالك ديت آآ عبارة عن آآ ريتن لاين. عبارة عن خط مكتوب. هي خط فعلا. تو جوين. بنستخدمه عشان نربط يعني. ويردس. بحاول اكبر الخط عشان يباين يا رب يكون باين. اور سيلابلز. بنستخدمها عشان نربط الكلمات او المقاطع ببعضها. طيب. زي ايه مسلا. انت عابل ما تيجي مسلا تقول لي كلمة سيمي لو انت فاكر سيمي. اصلا كان فيها في النص العلامة دي. العلامة دي اسمها هايفن. طيب كلمة اللي احنا خدناها قبل كده في القصة والحاجات دي. الشرطة دي اسمهم هايفن. لو انت كابتها كده بالمنزر ده تبقى غلط ومصيبة لانت تعمل الشرطة دي والشرطة دي. زي برضو لما تيجي تقول لي مسلا اه سب بارد او سب تايتل. لازم بتعمل الشرطة دي في النص. الشرطة دي اسمها يا ولاد اسمها هايفن. طيب. في حتة انا عايزة لفت انتباهك ليها. انت لما ديها تقول مسلا تون تيز سينشري. تون تيز سينشري. سينما. من المعاصر دي. انت بتعمل الشرطة دي. اصلا انت بتقول لي سينما القرن العشرين. الشرطة دي كده عشان دي بقت صفة. اللي احنا حفزينها زي اسمقنا. اللي هي اسمها اا تن تن جير اولد بوي. فاكر دي. بعد تن بنعمل شرطة وبعد يير بنعمل شرطة. الشرطة دي اسمها هايفن. احنا بنستخدم عشان نربط كلمتين ببعض. خلاص? طيب كلمة بقى زي كلمة مسلا اه ان در جراوند. لو جاء نعملها هتلاقي نفسك بتقول ان شرطة در شرطة. الشرطة دي لو انت حبيت تقطع الكلمة دي هتحط بين كل مقطع والتاني الشرطة اللي انت شايفها دي. اخر حاجة مستر. السلاش. اللي هي الشرطة الميلة دي. بستخدمها امت بقى? طيب. بداية يعني كده عالك تعرف ان دي اختصار لكلمة. لكلمة من الكلمات. لها كلمة في الغالب. يعني هي ممكن تكون كلمة او كلمة طيب امتى تبقى او امتى تبقى او او انا ماشي في الشنطة اما انا ماشي في الشنطة حلوة دي. انا ماشي في المدرسة فلقيت اا قلم مارد مع الارض. فقول لك في طالب فقد او ترك قلمه. هو انا عارف الطالب ده ورد ولا بنت لا ما عرفش. فقول لك اا اا استودنت طالب. يلا نقول لست. هز هر بنت. انت بتقول هنا طالب فقد قلمه لو كان ولد. قلمها لو كان بنت. انا عشان ما عرفش اللي ضيع القلم ده ولا بنت فانا عملت الشرطة اللي في النص دي. الشرطة دي هنا معناها اور. حلو? طيب. الحاجة التانية كمان مثال تاني. اا لما تيه مسلا تقول لي اا او سري هندرد كيلو. ميترز اور. انت هنا بتقول لي تلتمية كيلو متر اور فالشرط دي هنا معناها يعني لكل. خلصنا كده الحمد لله رب العالمين اول جزئية اللي هي جزئية الترقيم. بقي معايا جزئيتين اتنين. الجزئية الاولانية هتبقى عن اللي بعد كده هتبقى عن الكتابة. وعن اشكال او اا اللي هي اجزاء الكلام. اي زاء الكلام. يعني لسه في اتنين فيديو نظري. الفيديو ممكن يكون طويل شوية بس انا حاولت ان انا اقفيدك على قد مقدر وما عديش حاجة غير لما اقولها لك. ولو قبلتنا اي حاجة في الاسئلة برضو نشرحها ما عنديش اي مشكلة عشان العلم ليس قاصرا على محاضرة واحدة اطلاقا. قبل ما تمشي بقى عزة فكرك برقم واحد ان انت استنى فيديو هنحلي في اسئلة على التمرين اللي احنا اخدناها دي. ما بين اسئلة من الكتب واسئلة هنعملها. رقم اتنين لا تنساش تعمل الفيديو لايك وتعمل شير وشاير المحاضرة كده بين اصدقائك عشان في اسئلة غير انا. وعشان تساعدنا في دعم في نشر القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.